دخول مفاجئ وحلقة في السريع كده بمناسبة إنه بكرة 11-11 فخلونا في السريع كده نشوف هل السيسي عنده حاجة يخاف منها فعلا؟ وإيه هي يا طرف هيا بنا نشوف المنطقة بتاعتنا كلها اليوم من دول يعني على كف الرحمن ودخل على منعطف تاريخي زي ما بيقول السيسي شكله أمبوب تهتفضى خلاص والمملكة خلاص على وشك إنها تشيل السفين اللي على علم وتحط مكانهم منشرين والصراع على أشده في أمريكا في الانتخابات النصفية بتاعت الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين أو الفيالة والحمير ولو الديمقراطيين نجحوا بايدن مش هيحل بمنشار من علمه في شخة لأنه كان بيلعب ضده لحساب الجمهوريين وقطر واضح إن في حاملة إعلامية دولية جديدة جدا ضدها حاليا عشان يضربوا لهم كاس العالم بس تسيبونا من كل دات الوقت وخلونا مع السيسي اللي واضح إنه يا إما عنده معلومات يا إما قلبه حاسس إن فيه انقلاب بتحضر ضده وإن موضوع دعوات مظاهرات 11 11 دي مجرد وجهة شعبية كالعادة لانقلاب عسكري بالمناسبة بس عشان الناس اللي بتسألني دايما ليه بقول ثورة انقلاب يناير فبالمناسبة دي خلونا نحط النقط على الحروف ونأسس لحقائق نبني عليها كل كلامنا أولا حقيقة سابتة أو معلومة سابتة وهي إن مفيش دولة في التاريخ في العالم بيكون فيها مؤسسة عسكرية قوية أو جيش قوي ويحصل فيها ثورة اللي بيحصل يا إما انقلاب عسكري صريح يا إما انقلاب بواجهة شعبية يعني ناس من الجيش يعملوا خميرة ثورة في الشارع في السر كده ويطلقوا الناس على الحاكم ويسيبوهم بمزاجهم ويدخلوا بعد كده كأبطال حاموا ثورة الشعب ويتشغلوا على الأعناق والناس تكافئهم بأنها تخليهم يحكموا تاني وتالت وعشر نفس العلقة كل مرة وده اللي حصل في انقلاب يوليو بتاع الزباط الأحرار وحصل في يناير 2011 وحصل في يونيو 2013 عشان كده دايما لما بيكون فيه دعوات قوية للتظاهر السيسي بيبقى عارف كويس إن وراها ناس من الجيش ومصدرين مدني في الوجه وده سبب إن السيسي هتم بنفسه إن يرد على محمد علي تحديد لأنه عارف إنه واجهة بس مش أكتر يا جماعة نحن بقالنا أسبوعين ما عندي ناشة تركي موضوع مش كده كل الأجهزة قالوا لي لو سمحت ما تتكلمش كل الأجهزة طب حاولكم حدا كادوا يعني يبسوا إيه دي طب انت بقى بتقول لي فنجي نتكلم والموجه تعلم والحقه ده بيعمل أثور آه طبعا ما أنا بقى ابني في العاصمة دولة حتد لما أهز الدولة كلها هتفرج عليك بقى الدهار ده يبقى الأثور اللي موجودة في مصر بتاعت محمد علي ومس لما تحط كل المعطيات دي في المغة وتبدأ بعد كده تشوف من تاني كل خطبات السيسي هتفهم إنه ما كانش بيكلم أكند ولا بيكلم الشعب ولكنه بيكلم الجيش وبيلمح وبيبعت رسائل من تحت لتحت والشعب مجرد كبري في النص بس ماسك الفوطة للسيسي والجيش جيش مؤسسة مغلقة حساسة جدا 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 لأي سلوك مش مزبوط خاصة لو تعال على القيادات وبرضو دي مناسبة لطيفة إن الواحد يرد يعني على سؤال الهواء ليه ما بحشتش أو بتكلم لما يكون فيه دعوات من النوعية دي للتظاهر أولا لأننا مش هكون مع الناس في الشارع لأنه مش في البلد وما فيش أي إنسان عنده يعني أقل قدر من الضمير أو الإحساس بالمسؤولية أو الاحترام لذاته يطلب من الناس تعرض نفسها للخطر وهو في الأمان وده رأي وقرار شخص يبلزم نفسي بيه وبس ما بقيمش حد غير بناء عليه ولا بلوم على حد ما بيعملش كده وسانيا الناس مش خرفان الناس أحرار وعقلين ومسؤولين ومش محتاجين حد يحشدهم يعني هم قادرة باللي يقدروا يعملوا كويس جدا وعندهم معقول يقدروا بيها إيه اللي صح يتعمل أما موقفي أنا الشخصي من الدعوات دي أو التظاهر عموما فإحنا للأسف في وضع سيء جدا يعني كل الخيارات فيه عواقبها سيئة والانفجار الشعبي نتيجة حتمية سواء حد دعا أو حشد أو محدش عمل ده والصراع على السلطة بعد سقوط أي نظام نتيجة حتمية برضو الله أعلم هتعد قديه وهل الصراع بق هينتهي في يوم أصلا والبلد تستقر من غير ما تنهار تماما وما يبقاش فيها حاجة حد يتصرع عليها أصلا قبل ما الناس تبدأت ابنيها من تاني ولا لا الله أعلم بس مهم إن كل ده سببه الأساسي الاستبداد مش إن الناس انفجرت وقالت لا للمستبد اللي بيهد البلد هو المستبد مش الناس اللي بتطالب بحقوقها حاليا إحنا في معمعة جديدة زي بتاعة محمد علي واللي طبعا الناس اللي وراها بيبقوا شغالين في السر لأن دي تطير فيها رقاب وده اللي هيجنن السيسي وبيخليه يتكلم في اخطاباته بالتلميحات وبالكلام اللي من تحت لتحت لأنه مش عارف بيكلم مين بالظبط وهيتجنن ويعرف مين اللي بيلعب اللعبة ده وبيحاول من خلال رسيله دي إنه يكسب داعمين على قد ما يقدر من قيادات الجيش عشان يوقفوا معاه ضد أي محاولة انقلاب عشان كده أيام دعوات مظاهرات محمد علي لما طلع قيل الكلمة دي ما كانش بيكلم الشعب لنقول لك هشتاج رحل يا سيسي لما هجا هايزة خرقكم من العوز وخلوكم أم زاد شأن بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هشتاج رحل يا سيسي أزعل ولا مزعلش فدي أزعل فدي أزعل ما كانش هيزعل من الشعب كان بيعاتب الجيش حضرتك لأن مفيش ثورة يتخاف منها في مصر مادامة مش مدعومة من الجيش اللي هو مادامة مش انقلاب يعني الناس في مصر ما تخافش منهم لأن الجيش هيدوسهم ويسوي بيهم الأرض عادي زي ما عمل في ربعة لو هو عاوز ده أو لما يحتاج يعمل ده المهم محمود السيسي اللي يعتبر فعليا وزير كل الحاجات والمحتاجات في حكومة السيسي لأن الرجل ما بيسخش في بانطلونه حتى فمش هيسق في حد يعني حد قريب منه جدا زي ولاده وحتى دول يمكن مش واسق فيهم قوي برضه محمود السيسي قدم تقارير لابوه بأن فيه قيادات في الجيش بيفكروا في عمل انقلاب بنكهة ثورية مش بس كده لأ دول كمان مدعومين من دول أجنبية عاوزة تخلص من السيسي لأن فاتورة بقاءه بقيت إيه لقوي عليه وعاوزين يجيبوا حد تاني من الجيش يعرف يدير الليلة بدون مشاكل ولا قلق ولا عداء مع الشعب والليه غالبا دول خليجية يعني وإن التاريخ المقترح لبداية الانقلاب ده هو 11-11 اللي هو نفس التاريخ اللي يتحدد لمظاهرات 11-11 عشان كده برضه كلمته دي لما أكلم قيادات الخريج إنه بيتم التحضير لانقلاب عليه بسبب الأزمة الاقتصادية عشان يقنعهم يدولوا رز تاني فكان ردهم عليه ببساطة سافر أمر آخر مهم حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن الدعم والمسندة عبر سنوات شكل ثقافة لإنتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل فيه تعبير كتابتو بس مش حول لدرجة إنه لما كان حد ملاقوا فيه مشكلة موجودة أو في مصر لك طيب ما يسافر ما ييه كلم صعب قوي مشانا ما يسافر شوفوا يسافر سافر دي يعني فيه انقلاب رسمي فاهم نظمي اهرب وينفت بجلدك طيب ورد السيسي كان إيه يا ترى أظن شوفناه بنفسنا مش بنضرب ودع يعني شوفناه زي مش على بعضه وبقى في حالة برانوية وارتياب من كل شيء لدرجة التخبط في خطاباته وكلامه وإنه يعمل مداخلة في برنامج محدش بيشوفه تقريبا بعد نص الليل عشان يرد على اتصال محدش سمعه أصلا غير المزيع اللي بيقدم البرنامج والمزيع من خطورة الموقف قام ووقف على حيل وفضل واقف ساعة أو تلت طول ما السيسي بيهل وفيه كلام بيتقال إنه لما بلغ الكلام دا الانتصار بقت مش على بعضها وهي اللي ضغط عليه أكتر وموترها ومخليه مش على بعضه بس طبعا مفيش وسيلة نتأكد بيها من الكلام دا يعني من ساعتها والسيسي وابنه هيتجننوا ويعرفوا مين بالزبط اللي بيلعب اللعبة دا وهاتك يا اجتماعات مع زباط الجيش والمخابرات الحربية اللي شكين فيهم عشان يرموا لهم كلام ويلمحولهم ويخوفوه وبالمناسبة تانية السيسي برضو لما قال الكلمتين دول كان بيكلم الجيش مش الشعب أنا بقولي الكلام دا لكم عشان لما أغزى أنا شايف كده كلام إحزاره كلام اللي كان يتعامل من سبع تامن سنين مش هيتكرر تاني في مصر هي مش اللي ما نجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي لا 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 بنتمين عليكم متعرفوني الصحيح متعرفوني الصحيح لا والله والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنوا حياتي أنا وحياتي الجيش محدش يفكر يا جماعة يدخل معانا في الموضوع دا لأن أنا من السياسي أنا من السياسي بتاع الكلام لا أنا عمري ما كنت تكلمت بالطريقة دي لكن واضح أن الناس مش وقدة بلعة إحنا بنبنشيش البلد بنبنيها بالكلام البلد دي عشان ترجع كده تاني ربنا واحده فقط اللي يعلم يا رجعت كده ازاي النقطة بقى إن محمود السيسي نفسه زابط مخابرات نص لب أساسا ومعروف عنه إنه قدم تقارير قبل كده مبنية على معلومات غلط للسيسي كذا مرة عشان يبهي ربوه ويفاهمه إنه عامل شغل من نار وإنه مسك البلد كده فممكن الحالة للسيسي فيها دي حالية أنت يكون ملهاش أي أساس ولا فيه تحضير الانقلاب ولا نيلة يعني لأنه ممكن المرادة الموضوع يكون فعلا صورة شعبية والجيش قاعد لبيه ولا عليه ولا في دماغه أصلا بس حالة البرانوية اللي فيها السيسي ممكن توصله إنه يبدأ يشك في نفسه أصلا إنه هو اللي بيخطط الانقلاب على نفسه طب إيه اللي يوصل السيسي لحالة الشك والارتياب اللي تفقده التوازن بالشكل ده نتيجة طبيعية لما يلاقي الكل بيبعد عنه كأنه جربه الغرب والشرق خصوصا السعودية والإمارات اللي كان متخايل إنهما اتبنوه خلاص وحتى جوه البلد خلاص محدش طيقه بانطلونه نفسه معادش طيقه والكراهية دي عمالة تنتشر أكتر وأكتر جوه الجيش نفسه اللي بدأ يحس إنه هيلبس هو الليلة بعدما السيسي يخلع والشعب هيحسبه هو على كل الظلم والقتل والافترة اللي عملهم السيسي ده غير إنهم بدأوا يحسوا إن السيسي هو اللي هيجيب أجل فترة حكم العسكر لمصر أساسا طب الهوجة اللي فات دي كانت بقيادة محمد علي المرة دي مين اللي بدأ الليلة دي بدأ الكلام من فترة من كندا من خلال معارضة مصرية عايشة هناك اسمها نيرمين عادل واللي فيديوهاتها انتشرت زي النار في الهشيم زي فيديوهات محمد علي برضو خصوصاً وإنها كان بتقول إنها بتنشر أسرار من قلب الصندوق السود بتاع السيسي وكان فيه أسرار جنسية وجوه الخيصه بتاعه واللي أنا شخصية مش مصدقه يعني بس للأسف ده اللي بيأكل مع الناس مش الدين وكلام الإسلاميين ساعد فك نيرمين بقى كانت إيدها تقيلة قوي عليهم وخصوصاً على محمود السيسي ودايماً تحس في كلامها أني فيه كره عميق جداً للسيسي وابنه بشكل شخصي وربنا يكفيك شر الست لو حطيتك في دماغها نيرمين كان بتقول إن إليها اتصالات مع ناس تقيلة في الجيش بس فكك من كل ده أخطر حاجة في كلام نيرمين واللي أوحت إن فيه فعلاً تحضير الانقلاب إنها قالت إن الجيش والشرطة مش هيهاجموا المتظاهرين لو خرجوا بالعكس هيدعموه ليه؟ لأن جيش مصر شريف وقياداته ناس محترمة عامل وبعد شوية داخل محمد علي على الخط عشان يدعم نيرمين طب السيسي يعني ما يقدرش ببساطة يلم كل اللي شاكك فيهم في الجيش ويحبسهم وخلاص ده رجالته بيمسكوا أي حد معدي من جنب البوكس زي الفراخ والله يا فكرة تخيل كده السيسي يلم قيادات الجيش ومخابرات الحربية ويحبسهم كلهم يحصلين انقلاب تاني يوم أصلاً وهي دي الصياعة محمد علي تلك هي المعضلة الضمنة شاكلاب تقفل مع السيسي وإن ما كانتش قفلت النهاردة مسيرها تقفل في يوم بنفس الطريقة لأن أي مستبد في الدنيا شريان حياته هو الفلوس هي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الناس تستحمله بأنه يا إما يزبط رجالته عشان يحموه من الناس يا إما الفلوس تكون كتيراً بالعبيط لدرجة أنه يزبط رجالته والشعب كمان زي ما بيحصل في الخليج السيسي بقى بعد قرية طبيب الفلسفة بتاعته كان عاوز يحكم مصر كأمير ولا ملك خليجي بس من غير بترول ووضح أن ربنا كان غضان عليه الدرجة أنه عام بصرته فما كانش قادر يشوف أنه ماشي في طريق هلاكه برجله وباختياره هل ده هيحصل دلوقتي؟ في 11-11 الله أعلم ما بضربش ودعنا بس إن ما حصلش المرة دي هيحصل بعد كده أكيد لأن الكيرف في النازل باستمرار بس ده يرجعنا للمشكلة الأساسية إن حتى لو حصل حاجة وسيسي تقطف من عن نخلة فاللي هيعمل كده الجيش مش الشعب وهيفضل الجيش هو اللي يحكم بس بواجهة جديدة ممكن تكون بلحة تانية بقى المرادة تكون بطيخة الله أعلم وهي دي الكارثة والمزنى اللي إحنا وقعين فيه إن خياراتنا للأسف أنية من بعض ونشوفكم على خير إن شاء الله